قام رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بجولة تفقدية لعدد من المناطق التاريخية بالقاهرة وذلك للوقوف على الوضع القائم حاليا في هذه المنطقة واستعراض كافة التفاصيل المتعلقة بالمشروعات المقترح تنفيذها وأكد مدبولي التزام الدولة قيادة وحكومة بالحفاظ على كافة مناطق القاهرة التاريخية التي تمثل كنزا حضاريا لمصر بما تصغر به من تراث معمري وثقافي كان شاهدا على مختلف العصور التاريخية وأوضح رئيس مجلس الوزراء خلال جولته التي شاملت شارع الخيامية ووكالة ردوان بيك وعددا من الورش أن الهدف من تنفيذ المشروعات المقترحة للتطوير هو استعادة دور القاهرة لتعود مركزا للإشعاع الحضاري والتاريخي والثقافي ومقصدا سياحيا تاريخيا إلى جانب استعادة دورها كمركز للحرف والصناعات التقليدية